ما الذي تخطط عليه إسرائيل في الضفة الغربية بعد الاقتحامات المتكررة؟ طبعا بالنسبة لإسرائيل تبقى الجبهة الأساسية هي جبهة قطاع غزة حاليا ولكنها تريد أن تمنع ربما تأطرا كبيرا لحماس والفصائل الفلسطينية في جبهة الضفة الغربية ولهذا نراها منذ بدء الحرب على قطاع غزة تكثف هذه الاقتحامات وهذه الاعتقالات والاغتيالات في صفوف المقاتلين والناشطين من مختلف الفصائل واعتقلت الألاف من الفلسطينيين لهذا الغرض لأنها عمليا تخشى من أن الضفة الغربية قد لا تبقى على هذه الشاكلة بمعنى مواجهات محدودة مع الجيش الإسرائيلي في المخيمات في شمال الضفة على وجه الخصوص وتخشى أن يكون هناك ربما انتفاضة في الضفة الغربية على غرار بحدث عام 2000 عندما واجهت إسرائيل أيضا الأجهزة الأمنية الفلسطينية وليس فقط الفصائل لأنه هناك حوالي 40 إلى 50 ألف مقاتل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهم مدربون جيدا ولهذا عمليا إسرائيل تخشى من جبهة الضفة الغربية لأنها أكبر بكثير من جبهة قطاع غزة سكانيا وجغرافيا طيب نتنياهو يقول بأنه يمكن أن تستمر الحرب في قطاع غزة إلى عام 2025 أصداء هذه التصريحات في الداخل زياد رغم الخلافات الموجودة داخل إسرائيل والحرب هل فعلا حققت النتائج التي تم الحديث عنها؟ فعلا لا وهذا يعترف به الأعلام الإسرائيلي يوميا هناك علامة استفهام تكبر يوميا الصحف الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة يتساءل عن هذه الأهداف ليس ذلك فقط جانتس وهو ربما الأبرز في هذه الحكومة كأمني وعسكري عمليا حدد سبعة شروط لنتنياهو على الأخير أن يتخذ قرارات سريعة فيها هذا تهديد بالانسحاب من هذه الحكومة من بين هذه الأمور هو إعادة الدراسة الأهداف التي رسمها المستوى السياسي للمستوى العسكري مشكلة إسرائيل حاليا وهذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي بأن مشكلته الأساسية بأن المستوى العسكري لم يحدد هدفا استراتيجيا للقتال الجيش الإسرائيلي يقاتل في ثلاثة جبهات داخل قطاع غزة بدون أن يعرف كيف سيكون اليوم الذي سيلي هذه الحرب في قطاع غزة وهذا يؤثر على الأداء العسكري لهذا حذر رئيس الأركان الإسرائيلي الحكومة الحالية من أن استمرار هذا الوضع بدون ترسيم أهداف واضحة قد يفقد الجيش الإسرائيلي ما وصفها بالإنجازات على الأرض لأن حماس تبقى قادرة على إعادة تنظيم صفوفها صفوفها عفوا في كل المناطق التي يخرج منها الجيش الإسرائيلي وحتى التي لم يخرج منها بعد رأينا اليوم بأن الجنديين الذين قتلاء من سلاح المدرعات قتلاء في شمال قطاع غزة الذي قعلنات إسرائيل أنها سيطرت عليه قبل يومين أطلقت صواريخ من شمال قطاع غزة وبالآمس أطلقت صواريخ من ثلاث مناطق من بينها شمال ووسط قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر